ترأس السيد الرئيس عبدالفتح السيسي اجتماع مجلس الامن القومي حيث تم استعراض تطورات الاوضاع الاقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وقد صدر عن الاجتماع القرارات الاتية مواصلة الاتصالات مع شركاء الدوليين والاقليميين من اجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الاغاثية والاقليمية من اجل ايصال المساعدات المطلوبة التشديد على انه لا حل للقضية الفلسطينية الا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير او محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ابراز استعداد مصر للقيام باي جهد من اجل التهدئة واطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام تأكيد ان امن مصر القومي خط احمر ولا تهون في حمايته توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة اقليمية دولية من اجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية